السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين يا رب كلكم في أحسن حال النهاردة بأمر اللي معنا فكرتين حلوين أوي من الجردل البلاستيك أتمنى تكملوا معي الفيديو للآخر وتشجعوني وتدعموني بتعلاقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب ويلا بنا نبدأ الفيديو بسم الله طيب أول حاجة هنا أنا هجيب الجردل هبدأ إن أنا أشيل اليد بتاحته وزي ما اتفقنا قبل كده احنا هنحوش اليد ده عشان هنعمل منها فكرة حلوة قوي وكمان هبدأ أشيل الجزء اللي فوق من الجردل هبدأ أشيل الجزء اللي فوق ده من الجردل برضو تمام بالروحة كده هنعمل فكرة حلوة قوي قوي وجديدة وشكلها شيك قوي 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 طيب أنا بعد ما خلصت بالشكل ده كده هبدأ إن أنا أغلفه من جوه بإيه بالقماش بالطريقة دي تمام اهو واحدة واحدة كده بمسدس الشمع وهنبدأ نغلف الدنيا شايفين سهلة خالصة هي كملوا معي الفيديو للآخر مش هتندموا الأفكار حلوة قوي 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 بجد التغلف يا جماعة بيبقى سهل جدا جدا والموضوع مش صعب خالص يعني طيب هبدأ أعمل الدايرة برضو على قد القاعدة وهبدأ أغلفها وهحطها ايه تحت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إلي وصحبه أجمعين صلاة تفرجوا بها الكرب وتزيحوا بها الغم وتسدوا بها الدين وتحقق بها الآمال يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين طيب أنا الدائرة عملت منها دائرتين هحط دائرة من جوة ودائرة من بره دائرة هي من جوة أنا كده غلفت من جوة تمام هحط على القاعدة ايه من بره بالشكل ده كده بجده يبقى شكله حلوة أوه في الآخر مش هتندموا أبدا إن انتوا هتكملوا معايا الفيديو بجد تحفة هنعمل المنظمين حلوين أوي 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 طيب أنا بعد ما خلصت بالشكل ده كده هجيب قطعة قماش خيش وهبدأ إن أنا هحطها في النص بالشكل ده كده في نص الجردل وهلفها هنعمل المنظم وهنزينه بطريقة جديدة ومختلفة بجده هتعجبكم جدا وتقدر تعملي بها مشروع مربح من بيتك تقدر إن انت تتسوقي بها على النت تقدر تهديها لكل حبيبك بجد بشكله تحفة بجد واستخداماته كتير جدا 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 هو أصلا اسمه المنظم متعدد الاستخدام يعني ليه ألف وألف استخدام طيب أنا بعد ما خلصت جبت حبل الخيش وهبدأ إن أنا ألف هلف بقى الحد ما إيه أوصل لأول القماش يعني أول قماش الخيش كده هلف الحد ما أوصل لأول القماش بالشكل ده كده هو وهروح إيه آآ وقفة ومن فوق برضو هبدأ ألف بالخيط وبرضو هوصل للقماش وهروح إيه وقفة وبالشكل ده كده من فوق برضو نفس الموضوع أتمنى منكم إنكم تدعموني وتشجعوني بتعلاقاتكم الجميلة بكلامكم الطيب حقيقة بتدوني طاقة إيجابية وبتخلوني إن أنا أقدر أكمل ويا ريت أتمنى منكم تكملوا معي الفيديو للآخر طيب أنا خلصت أهو بالشكل ده كده هبدأ جيب ده بقى خرطوم اللي هو القهرباء اللي هو بتاع الكهرباء أي حاجة مدورة عندك أي خرطوم عادي أي حاجة هتجيب يا أنا جبته بدأت ألفه بالشكل ده كده حوالينا هلفه بالخيط بالطريقة دي كده لحد الآخر هيبقى شكله حلوة قوي هيدي شكل حلوة قوي بجد اهو بقى أنا عملت اتنين بالطريقة دي كده هبدأ إن أنا بقى إيه هلزق مبصوا بقى عندي لأنا بقى إيه حبيت إن أنا هلزق واحد عندي إيه عندي التواني اللي هي بتاعة الخيط والقمش بالشكل ده كده وده بقى شكله أهو بعد ما ركبت اللي اتنين تحفة شكله تحفة طب إحنا لسه ما خلصنوش أنا جبت ورقة وكتبت عليها كلمة بالشكل ده كده وهبدأ إن أنا أفرغها بالقطر هتفرغ الكلمة بالكامل آآ الكلمة على الفكرة أنا كنت آآ يعني إيه نقليها من التليفون مش آآ مش أنا اللي كتبها يعني فالموضوع إيه بيبقى سهل ومش صعب مسلا هتقولي مش بعرف أكتب خط مش عارف إيه كده لأ أنت بتنقليها من على التليفون أو ممكن تشفيها هابدأ أفرغها بالشكل ده كده اهو تمام أنا فرغتها أهو بالكامل هبدأ أحطها بقى على القطعة اللي في النص دي بالزبط كده أهو هسبتها كويس جدا وبعد كده أجيب بقى أي لون أنا عايزيه اللون اللي أنت عايزيه أنا جبت اللون اللي هو يعني نبيت شوية كده وبدأت إن أنا إيه أعمل بالمنديل أو بأسفنجة زي المتوفر عندك يعني أنا عملته بمنديل عادي خالص آآ هبدأ إن أنا في التفرغة الفراغات كده بالشكل ده هبدأ أملها باللون عشان الكلمة تطبع تحت آآ منظم شكله جديد وفكرته جميلة قوي وشيج جدا 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 بجد آآ أتمنى منكم إنكم تدعموني وتشجعوني بتعلاقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب وتعملوا شير للفيديو مع كل حبيبكم أنا هنا شيلت الورقة شايفين بقى شكله عامل إزاي شكله حلو قوي وشيج جدا 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 وبجد فكرته سهلة وبسيطة خامات كلها متوفرة في كل بيت وتقدر تستبدلي أي حاجة بأي حاجة تانية خالص ويلا بنا ندخل على الفكرة التانية الفكرة التانية بقى أنا أسامت الجردة النصين وبدأت إن أنا أغلفه بالخيط بالقماش بالشكل ده كده وجبت كتعة كرتون وغلفتها برضو بنفس القماش وحطها في الظهر تمام أنا طبعا إيه سرعت الفيديو لإن عشان بس ما طولش عليكم وطبعا موضوع التغليف إنتوا خلاص عرفتوا وفهمتوا طيب أنا جبت خيط الخيش وعملتوا ضفيرة اللي هي غرزة السلسلة أسهل غرزة في الكروشي عملت غرزة السلسلة بيبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت بتسهل علي التغليف هبدأ إن أنا أغلف المنظم بالكامل بالشكل ده كده أهو معيك ووحدة بوحدة الدنيا سهلة وبسيطة وفي الآخر هنطلع فكرة تحفة طيب أنا أهو هبدأ الزهو من فوق بمسادس الشمع كده عشان أسبته طيب ده بقى شكله أهو يا جماعة طيب أنا جبت بقى قطعة الدنطل كبيرة شوية عريضة شوية وهبدأ إن أنا إيه ألزقها بالشكل ده كده على إيه على وش المنظم شكلها أصلا تحفة تحفة طيب أنا جبت بقى دي بقى الكطعة اللي هي بتبقى فوق في الجاردن أنا برضو أسمتها نصين وبرضو هبدأ إن أنا أهو هغلفها بالخيط بالشكل ده كده أهو طيب بعد ما غلفتها بالخيط هجيب كطعة كرتون وهقسها على الظهر المنظم عشان هيبقى ده الغطة وهبدأ أحط عليها الكطعة دي بالشكل ده كده هلزقها كويس جدا في الكطعة أهو بالشكل ده كده هيبقى شكل المنظم ده بجد شكله حلو قوي الشكله حلو قوي في الآخر بجد طيب الخطوة اللي بعد كده أهو شايفين هيبقى لغطة طيب الخطوة اللي بعد كده جبت سلك الكهرباء أي حاجة بتتينه وتتفرد معاكي تاخد وتدي معاكي عشان تقدر تشكليها هبدأ أغلفه بالخيط بالشكل ده كده اهو سلك الكهرباء ده بتستخدميه في حاجات كتير جدا استخدمناه في فيديوهات كتير جدا جدا وببقى موجودة على فكرة في كل البيوت يعني ما فيش بيت بيخلى منه طيب أنا بعد أنا خلصت اهو هبدأتني بقى بالشكل ده كده شايفين اهو واروح لازقيه طيب عشان بقى أنا أخلي الغطة ده في حتة تانية خالص طيب أنا بعد ما خلق ما عملته هبدأ ألزقه بالشكل ده كده وهعمل منه اهي قطعتين تاني هبدأ ألزق قطعة في الجنب ده وقطعة في الجنب التاني الغطة أصلا هيروح في حتة تانية خالص اهو بالطريقة دي كده تمام اه هجب بقى اللي هو حبل الخيش وهبدأ ان انا اعمله دايرة كده وحطها ايه في النص بالنفس الطريقة دي كده اهو شكله شكله بجد الغطة شكله تحفة 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 افكار جديدة وشيك وبجد اقل تكلفة ممكنة بان انا اقدر قدمها لكم حطت كتعة لولي كده في النص عشان تنتي شكل يعني شايفين بقى بجد فكرته جديدة وجميلة قوي طيب انا هبدأ ان انا امسك الغطة بقى في المنظم جبت كتعة وماشي الخيش دي بدأت احطهم كده بالشكل دا كده اهو وهبدأ الزقهم من جوة بنفس الطريقة اهو يا جماعة هيبقى متين جدا ومسك جدا ومش هيتحرك من مكانه يبقى شغلك مرتب ومنظم والدنيا معك تمام اهو بالشكل دا كده اهو شايفين بقى شكله تحفة 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 طيب من ورا كده بالخيط بحبل الخيش وهبدأ ان انا اعمل التعليق بتاعته اه اهم حاجة اهم حاجة كده هتبجيوخ دي زي ما اتفقنا عشان شغلنا يبقى يبقى مرتب ومنظم ومتين وكل حاجة طيب انا عملت اهو التعليق بتاعته وتبدأ بقى تعليقه في اي مكان في المبخ زي ما قلنا اتفقنا ان هو منظم وتعدد الاستخدام لالف والف استخدام اتمنى تكون افكار الفيديو عجبتكم متشجعوني وتدعموني بتعليقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب وتعملوا شير للفيديو مع كل حبيبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة